ما مر ذكرك إلا قلبي اعتصر وكان من قبل يجل القلب والنظر تقنى إلى قولكم يا شيخ حدثنا وللمجالس تحد الذكر والأثر كنتم نارا لأهل العلم كلهم واليوم نوركم بين الورن حسر كنتم لنا مشعلا في الدرب نتبعه وكنتم القلب والوجدان والبصر متى تعود لنا يا شيخنا فلقد عم الفساد وبين الناس قد ظهر ونحن نحتاج من يشفي بحجته صدر العباد ويكوي قلب من كفر متى تعود فقد عز النصير وما في الناس من قال قول الحق أو جهر متى تعود فقد قصفت مرابعنا ولم نرى اليوم صداحا لننتصر وكنت في الحق لا تخشى الذين طغوا ولا تخافوا لا تلأمر والأمر ثباتكم كان يا شيخي يثبتنا وذكركم كان يشفي القلب ما ذكر وفضلكم عم في الدنيا ويأسرنا ونفعكم لم يزل بين الورى عطرا سميت يا شيخنا عبد العزيز نعم وكنت عبدا عزيزا علمه غزرا أقول إما طغى يأسي فأرقني من الذي حل ما بين الورى وجرى أي نحترام رجال الدين والعلمة حتى يقيد من بالوحي قد جهر هل الطريفي قدوتنا أبو عمر مكانه السجن سحقا للذي كفر لكنه الحق يرسده الطغاة إذا رأوه يترك في أرجائه الأثر كان ابن حنبل يؤذى وابن تيمية كذاك من أجل دين الله قد أسر وتيك سنة رب العالمين بمن لله والدين هذه الروح قد نذر أما الذي باع بالدنيا عقيدته فسوف يبقى مدى الأزمان محتقر وكل طاغية لله مرجعه وكل طاغية لله مرجعه وكل من عاون الطغيان قد خسر وليسدد من عاد أئمتنا وهل يصيب جهول إن رم القمر ترجمة نانسي قنقر